السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم ان شاء الله تكونوا طيبين وكويسين ومبسوطين ليس ان احنا في السلسلة بتاع انواع الفطور او الافطار بتاع الصباح دي بالنسبة لي اختراع يعني واحدة من الحاجات الان اعجبتني جدا جدا من ان انا كنت قاعدة اخبص لكن طلعت حاجة جميلة انا جربت هالاكلة دي في اكثر من حتة وهما بملو المكسيكين اسمها ويفوز رانشيروس بالنسبة للناس الممكن يكونوا بعرف الاكل المكسيكي او مهتمين بالاكل المكسيكي اكيد هيكونوا سمعوا بها بس انا نقيرت فيها وخليتها انها تكون اول حاجة صحية اكتر ثاني حاجة مناسبة جدا ليعني زوجنا ان احنا العربي او مناسبة مع الحياة المتوفرة عندنا هما بعملوها بمكوناتهم احنا هنعمل مكوناتنا بالاضافة لمكوناتهم طبعا طيب اول حاجة هنبتد بها انه احنا هنعمل التورتية وانا هعمل التورتية الاصلية اللي هي بالدقيقة الزورة الدقيقة الزورة دلو اللي قيتوك لازم تجيبه بصراحة يعني مريحة جدا ويعني حل سريع وما بيحكي لها تخمير لبتاع يعني من انواع الدقيق برضو يعني مسامحة جدا في كمية الماء وطريقة العين وكلام ذا طيب انا عندي كباية واحدة دقيق هضيف ليها اقل من الكباية بتاعة مويا لكن المويا لازم تكون مويا دافية تمام؟ عشان تسهل عليكم الشغل يعني ما تكون مويا حارة عشان ما هتحرقوا نفسكم تكون مويا دافية تمام حنبتد نعين فيها كوي الشديد وما اساسا التورتية في اصلها تتعمل بدقيقة الزورة نحن طبعا بعد ذا اتغيرت كثير هي هسيو بيقل الناس يجعونها بالدقيقة العادي بس انا لس بحب دقيقة الزورة بصراحة يعني طيب انا حابتدي اعين فيها لغاية ما اوصل ان هي توقع لينا يعني العينة تكون لينا معاي وهنا بعملها في تيستة يعني شلت من عينة صغيرة ولفيتها في يدي اذا ما تشققت معاي معناه مغدار المويا مناسب دقيقة الزورة الحاجة المهمة فيه انه لازم يكون نسبة ترطيب فيه عالية تمام فنحن كل ما يعني بنخلط فيه بنعين فيه لازم نكون محافظين على انه يدنا مبلولة المويا اللي فيه تكون مقدارة كويس لما نغطيه هنغطيه زي ما شايفين بقضعة او قضعة طمعت المطبخ تكون مبلولة بمويا هنغطيه نخليه مسافه حاجة قمت بتاع 15-20 دقيقة ما حاجة كثيرة يعني بعدين نجي عشان نعمل تورتيا انا الناس المكسيكيين طبعا الناس المتحضرين كتر من كده بيعملوا بيعندهم حاجة اسمه تورتيا براس او اللي هي يعني جهاز بيضغط لهم التورتيا بيفرده فانا ما عندي جهاز ده فبدلوا هقوموا عمليشو هجيبتها طوى تقيلة اللي هي عندي كاس اين و جيبت لي اهم حاجة كورة فيها مويا تاني لانه جزي ما قلنا ترطيب مهين جدا في الموضوع ده بعدين عندي قضعتين بتاعين ورق بتاع الزبدة عشان ما تلصق معاي يعني انا هاخدت العجينة هشلية كوي ركضة ضريفة من العجينة بتاعتنا زي ما شايفين طبطبطة بيدي شوي طبطة بيدي شوية وبعدين هاخدتها ما بين الوركتين بتاعين الزبدة ويلا بكل قوتكم الموجودة هتضغطوا عليها بالطوى التقيلة دي او ممكن حتى تضغطوا عليها ب كتنج بورد او اللي هو البورد التاع الخشب اللي أنا مستعمله وهالس ده ممكن تستعملوه اي حلة تقيلة عندكم ممكن تستعملوها شايفين على الطول بيقيت شدو الطورتية مدورة وظريفة ومضبطة وممتازة هنمشي على النار في طوى على النار من غير اي زيت من غير اي حية هنقضت الطورتية وحتقعد دقيقة واحدة بس بالجهة دي وحتلاحظوا انه الاطراف بتاعتها بدت تنشف شوية هنقليبة مااخدت لون لسه شايفين هي بس بيقيت ماسكة نفسها كويس وما يعني ما بدت فرتك مننا دي الحاجة المهمة بعدين حنخليها برضو دقيقة بجيها التانية ونقليبة يلا بين منديل بتاع مطبخ عادي حنبتدي نضغط عليها عشان تتنفخ احنا عايزين انه البخار يدخل في المص زيه زي اي عيش عندنا ويطلع شكله جميل وظريف ويساعد معانا في الترطيب برضو هنشيلها بعدها خلاص مااخدتها باخدت لون خفيف مااخدتها في حلة مكفولة عشان برضو نحنا محافظين على الترطيب دي حاجة مهمة شديد شايفين لما انت تنفخ بتكون تنفخ شكلها يملكة طيب نجي نعمل الحشوة بتاعتنا بقى عندي هنا بالجنبة بصلة وشوية بتاعت فلفل اخضر حر او شطة خضرة وتومة تمام وعندي بالجنبة التانية تمام عندي بصلة بيضة وطماطم والبردو شوية بتاعت فلفل اخضر حر وشوية بتاعت كذبر خضرة تمام ديل حيكونوا للتزيين هنمشي للبصلة والفلفل والتومة بتاعتنا ديل حنعمل بهم فول فول ظريف وخفيف وجميل وما فيه اي حاجة يعني معقلة على الزيت في النار حنضيف البصل وحنضيف الفلفل الاخضر الحار وحنعصر عليهم التومة بتاعاتنا دي الفول بتاعي انا دايما لما بي بضبخ كمية كبيرة من الفول او بدمس كمية كبيرة من الفول وبعدين بخزنه في الفريزر كل ماحتاج بطلع منه زي انت شايفين كده حاجة مريح جدا وعارف انه في الناس كتابعة بعملوا الحركة دي او حتى الناس بيشتروا فول جاهز ممكن يكون عندكم فول متوفر في التلاجة وتعملوا منه الحاجة برضو نحنا هنعملون مليح وفلفل وشوي بتاعات كمون وشوي بتاعات كذبرة يعني ما هنكتر في النكهات لانه احنا لسه هنعمل اضافات تانية فما هم محتاجين انه احنا يعني نعقد الفول نفسه عايزين انه يكون طعمه فول يعني طعمه يحافظ على طعم الاصلي هنقلب الفول مع البصل والتحابيش ان احنا اضيفناها دي وزي ما قلت انا هنضيف لهو البخارات بتاعته هسين كمون وكذبرة تعرفينه الفول بيحب الكمون وبعد ما نضيف لهو هنقلبه تقليبة تانية كفيفة كده وحنطفي احنا كل المحتاجين كل عايزين انه يسخن معانا احنا ما عايزين انه هو نييد يعني منتهي وهو مستوي فاحنا ما عايزين منه حاجة غير انه هو يعني النكات الداخل في بعض وكده وخلاص وبعدين عصرت عليه ليمون بسيط برضو نصف ليمونة ربع ليمونة وخلاص وضفينا النار طبعا نيي للصلطة بتاعتنا ما اللي هي دي اخر دي واحدة من الاضافات ان احنا هنضيفها في الاخر طيب هنضيف ليها ليمون وملح وفلفل بس اللي هي فيها شنوب بصل وشطة خدرة او فلفل اخضر حر وكذبرة خدرة او كذبرة فرش وطواطن بس وانا بيحب كتر البصل عارف انه الدنيا صباح وفي ناس كتر ما هيكونوا بيحبوا انه نياكل البصل صباح قالوا البصل اذا ما حبي انه او ما تعملوه خالص يعني بس بدي طعم جميل اخر حي هنعمله البيض هنعمل بضعيون ظريف وخفيف كده هنعمل بيضتين ظريفات شوفوا انا المقادرة انا كاد بهها في صندوق الوصف تقريبا بتعمل حاجة بتاعات اربعة تعكس وما كبيرة يعني فتقريبا كل واحد فينا كذا يعني ادلت او يعني بني ادم كبير هياكل اثنين تعكس انا شخصيا اكلت اثنين يعني بعدها لحسب انتوا يعدكم بالصباح بتكون كيف انا بالنسبة للفطور واحد من الحياة المهمة جدا جدا يعني لازم انه نقفت الفطور كبير وظريف ومشبع طيب شوفوا التورتية لينا وظريفة وخفيفة كلها لان احنا حافظنا عليها وجو الحلة والقبال الترطيب ان احنا تكلمنا عنه والكلام ده الترطيب بصير في التورتية طيب بعدما جبت الجهاز الصحب بتاعي خطيت التورتية بتاعتي هنضيف الفول نمسح الفول كده مزحها محترمة ومعتبرة وبعدها هنضيف السلطة او قبل السلطة انا حضيف البيض طبعا نسيت البيض هنضيف البيض بعدين نضيف السلطة بتاعدنا ان احنا حضرناها واخر حاجة انا عندي شوي بتاعد جبنا فتا وما برضو جب نكسيكين يستعملوا جبنا حقاتهم براها اسمها كيس فريسكو ناس المتوفر عندو ممكن انهم يستعملوا والناس المتوفر ممكن يستعملوا الفتا بديل مناسب وجميل وظريف واخر حاجة انا حضيفها بقى من فوق شوي بتاعد السوس حر او اللي هي شطة عندنا ضيشة تطرنة في الدول العربية وكده بس انا بحب الحاجة السبايسي يعني شوي وخلاص كده انتهت شوفوا فتور حلو وظريف وخفيف يعني ما خفيف شديد يعني فتور مشبع خلونا نقول ويعني انا واحد من ال انا بحب الفول جدا جدا ولما نلقى فول بحاول انه دايما اعمل فيه كل التغييرات الممكنة فده واحد من الحاجات اللي انا يعني حبيتها جدا جدا عند المطعم المكسيكية في الاول وفي الاخر وبعدين حبيت انه اقدم لكم حاجة فيها تغيير وحاجة جميلة يعني وجربتها بصراحة الاول مرة معاكم يعني فش ياريت تجربوه فتوروني اذا جربتو واذا عجبكم الفيديو ياريت اعملوا لايك وشير وسبسكرايب مهم شديد وتوروني اصحابكم وعيدكم والناس اللي حواليكم كلهم وشكرا جزيلا لمشاهدة اشوفوا المرة جاء على خير